المونديال خلاص أوشك على الانتائي زي ما احنا متابعينه مبارح كان فيه يعني أو تم حسم أول طرف وصل للنهائي النهاردة احنا كمان على موعد مع مباراة المغرب وفرنسا المباراة المرتقبة الملايين بيتباحها العرب كلهم بيدعوا تقريبا عشان نحسم الطرف التالي نحن نتكلم طبعا عن رؤية يعني مباراة مبارح أو أمس وتوقعات لقاء اليوم مع الناقض الرياضي اللي بنورنا دايما الأستاذ محمد عصام بونجور صباح الهنة صباح الورد صباح الفل على النادي الأهلي وكل متابعين منور قناة النادي الأهلي وسعداء بوجودك معنا وعندنا كلام حلو كتير حنتكلم معك فيه وتعال قبل ما ندخل على ماتش النهاردة نتكلم على رؤيتك لمباراة الأمس كيف رأيت هذا اللقاء مباراة الأمس طبعا يعني للأسف شديد يعني كرواتيا أحبطتنا يعني مرتين بخروج البرازيل أيوة طبعا إن هي مناعتنا من المتعة طبعا إن إحنا نتفرق كنا على مباراة قوية ومهدت الطريق للأرجنتين ومهدت الطريق للأرجنتين وما لعبوش يعتبر مبارح يعني مبارح حتى لوكا مودريش مبارح ما كانش في الفورما بتاعته منتخب الكرواتي كله ما كانش موجود حتى حرش المرمى بره يعني كان فيه أخطاء كتيرة منه منه من الدفاع الحقيقي والدفاع ما هو منه من الدفاع في الوقت الثاني يعني ميسي كان ظهر بمستوى طبعا تحس إنه كان عنده عشرين سنة مبارح يعني ميسي كلما قرب للنهائيات بدأ يعيد تاني لذاكرة مارادونا في تحقيق اللقب لكن هل الأرجنتين هتقدر تستثمر ده في اللقاء القادم الله في النهائي هيبقى هيبان لأن برضو الأرجنتين عدد مشاركتها في كالسة العالم برضو يعني محققات كالسة عالم غير يعني حاجات بسيطة لكن الأرجنتين هل هتقدر تستمر ده اللي احنا نشوفه في النهائي لكن المباران بارح كانت جميلة وبردو على الحسبين اللي حيلعبها في النهائي أتمنى المغرب يعني حزبة المغرب أكيد هتختلف عن حزبة فرمسا أكيد طبعا لكن أنا هقول لحضرتك على حاجة أنا مش عايزة أخلص على يعني مطس المغرب دلوقتي لكن الحزبة في إيه ما هو برضو لعب منتخب المغرب ما بيلعبه في أفضل أندية في العالم أصرف حكيمي بيلعب في باريس سان زيرمان حكيمي زياز بيلعب في السلسل الإنجليزي سايس برونو ياسين بونو المقاتل مرابط ياسين مرابط سوفيان مرابط كان نفسي أخوه نور الدين مرابط كان يبقى مسارك نور الدين مرابط طبيعة العائلة دي عائلة مقاتلة شوية لو هنرجع للذاكرة نور الدين مرابط في مدس في مونديان روسيا كان هو موجود في القيمة كان حصل في مدس البرتغال على ما أظننا أو أسبانيا حصلت له صدمة يعتبر سيبر ارتجاج وأصر أنه هو يكمل المباراة ومرة سيطلع ده غير أنه كان دكاترة كلهم كانوا منعينه في مساركة اللقاء القادم لكن عشان هو مقاتل لبس الكنع وقال لهم كتب وسيطه قال لهم أنا لو حصل لي حاجة خلاص فدى بلدي فدى بلدي ده نور الدين مرابط أخوه سوفيان مرابط اللي هو بيلعب حالياً في المنتخب المغربي من أفضل اللعيبة اللي في المنتخب المغرب أداء غير عادي يعني تحسن رمانة ميزان فعلاً في خط وسط المنتخب المغربي لكن هنرجع تاني لموضوع أرزنتين وكرواتيا كنا نتمنى البرازيل تكون هي موجودة البرازيل طبعاً يعني يعني لأن كلنا خبت أمل أن البرازيل يعني طلعت لأن موظم السعب المصري بيميله لكرة السنبا سوياً البرازيلية للمهارة بتاعتها خصوصاً كرواتيا أساساً ما كذبتش غير مباراة واحدة يعني كرواتيا أنا بشوف أن هي محترامي طبعاً لكن لا تستحق أنها تكون في المربع الذهبي تعادلات هي وسط مربع الذهبي تعادلات مع عدم يعني يعني إحنا ما شفناه آه هو فريق منظم لكن ليس فريق قوي يعني ما شفناه شكورة ممتعة من كرواتيا بصراحة وكمان أنا يعني على قناة بنقطة أن المنتخب اللي يقوم على لاعب واحد ده ما يبقى منتخب يعني المنتخب كله قايم على لوكا مدرس كما ده حاصر إلى حد كبير مع الأرجنتين بجللة أدراح لا بس فيها بعض اللعيبة ممتازة يعني أنت سايف دي يعني الأرجنتين فيه أسماء كتيرة يعني كلهم تلات تربع اللي جابه اللي جوان مبارا حتفرج كله كان في الفورمة يعني اللي خلى واحد زي دي ماريا بيلعب في باريس سانجرمان ومن اللعيبة الممتازين جداً جداً قاعد احتياطي في اللقائن اللي فاته وبينزل يا دوبك المطس قبل اللي فات كان بيلعب نزل في الدعاية الأخيرة أوليه فعلاً دي ماريا ما بيلعبش أساسي يعني هل يعلاقى بالسن بس دي ماريا مش كبير لا دي ماريا مش كبير لكن بيقال أن فيه مساكل مع المدير الفني زي وضع برضو كريستيانو نلضه مع البرتغال كان فيه برضو كان فيه مشكلة مع المدير الفني وده اللي خلاه أنه هو يعني المدير الفني ممكن يعني لدرجة أنه يخاطر بالمنتخب علشان عنده مشكلة مع لعب سأقول لحررتك على حاجة أنا بحترم جداً أي مدير فني يكون عنده شخصية حتى لو هو خطأ أو صح مدام هو بيتحمل المسئولية كاملة يعني أنا عندي لعيب دولي كبير مش في الفورمة بتاعته ما بيلعبش ما بيدينيش في المنتخب هحطه أساسي ليه يعني أنا هحطه أساسي ليه لعيب ده بيبقى يعتبر بيبقى عالي على المنتخب لو أنا أخد اسم كبير أحطه أضمه للمنتخب هو ما يعملش حاجة ما هذا برضو مش صح أنا أحترم أي مدير فني عنده رؤية بغض النظر هي صح أو خطأ لكن عنده رؤية أن أنا هاخد اللعيب اللي يفيدني ما هو ما فيس مدير فني عايز يخص المباراة يخسر هو سيف أن فيه عنده رؤية معينة زي مثلاً كريسيان ورنالدو في المباراة اللي هو كان قدام شويسرة كذبه ستة تمام اللعب البديل كان لكريسيان ورنالدو اسمه متذكر اسمه أوي كان هاتريك أظن جاب ثلاث جوان طبعاً فإحنا مش صر إحنا شايفين أن أنا شايف أن أنا هاختر اللعيب اللي أنا شايفه هيديني في الملعب وهيمسي على الفكر بتاعي حسناً